يوم ما أود المقطع يا حبايب تذكرون مسابقة العاشر آيفونات واحد من الآيفونات ستوزع على قناة اسمه سيسي شروط سهلة رحطوكم إياه بالوصف اشتركوا عادها واكتبوا كومنت واحد بهذه الحالة ستزودون فرصكم من تفوزون بآيفونين وطبعا هو محتوها كلش حلو يا حبايب فتابعوها بالوصف وطبعا استحب على الآيفونات ستكون بعد أسبوع فعدكم وكتبوا هايب بس نزولوا على الوصف واشتركوا بقناتها الخبر أول يعدنا عرد فانزات قمرطاي يا حبايب على لانولين فبنسبة للأشخاص الميعرفون أنه لانولين قاعد ينحطون لايكات على التصاميم اللي سبق قمرطاي حطيت لكم إياه بالمقاطع السابقة تقولون تروحوا تشوفوها الدلايل الكاملة موجودة هناك بالمقطع اللي نزلت مبارحة طبعا بالإضافية يا حبايب نهواي من فانزات لانولين مبارحة صاروا يشرون صورة عساس القمرطاي بلبس شوية غير محتشم وقاعد يقولون هاي قمرطاي بحفلات خاصة فرد فانزات قمرطاي كان عن طريق أن يتهجموا على آخر مقطع نزلوا لانولين ويكتبوا لقمرطاي جراسكم من هذا الكلام بالإضافة صاروا يشرون صور اللانا نوعا ما لابس شوية قصيرة أو من لابس فرحة ومن داخل المسبح فكتولوا حبايب الكومنتاج شو رأيكم ننتقل حاليا لمحمد كريم وحبيبتات جديدة فبارحة نزل هذا الستوري وكاتب ننتظروا باتر وحضروا حبوب الضغط إنه هذه صورة يبنية طبعا اكتشفت لكم يا حبايب تحريات خاصة هذه الليبنية هي آخر ابنية سوالها وفولو اسمها آية أتوقع عادها 400 ألف متابع بالإنستجرام وقناتها باليوتيوب عادها 20 ألف متابع رجزوا على إيدها يا حبايب زين لح تشوفوها لابسة هذه الأسوارة النفسة لمحمد كريم بالستوري مالتا كان حاطها مثل ما شايفين يا حبايب نفس الأسوارة بالضبط فهذه الليبنية اللي رح ينزلوا إياها اليوم فلتتقوني هتكون حبيبتها الجديدة ما دري صراحة عالكم الموفق يا رب وكتبنا حبايب الكومنتات شو رأيكم هل هي أحسن من أميرة أو لا وننتقل حاليا الإيمو مانيا حبايب وعيد ميلادة فكل عام تبخير أقبال مليون سنة يا رب طبعا هو نزل هذا الستوري ليحتفل بعيد ميلادة ولكن واضح أنه هو وحيد فحاط أنه أمر 22 سنة ولكن نقاد وحته ولكن طبعا برحق قمرطاي نزلت ستوري تعيدة على عيد ميلادة فكتنونو حبا بكلكومنتات شحو رأيكم الخبر الروح حالي الأم نورستار وصابتها بكسر برجلها فنسألت هذا الستوري انه صاب بكسر برجلها فالله شفها يا رب انشاء الله ما بيهل الخير وعافية ويدقولها يا حبايب بالكومنتات ενوالله شفها يا رب ننتقل حاليا القمر الطائي يا حبايب وفحص الكورونا اللي سوتها اللي هو واضح سريد السافر ترجع تركيا فña الله ما بيهل الخير والعافية وانشاء الله ترجع بألف السلامة يا رب ننتقل حالياً لانا يا حباب والمقابلة اللي سوتها كشفت بيها هواي أشياء فأول شي سألوها شونا تطين هاشتاق النورمار فقعت إنه هو بيست فريند يعني صديقها المقرب ومن نفس الوقت قعت إنه هي كوشت ونسبة التصوير بيها رحتكم يا شوكوا الأخيرة أول ما يجعى دوباي نبعت له تحية أنا جداً أحبه لانورمار طيب يلا هاشتاق هاشتاق بالنسبة إلي بيست فريند هاشتاق بيست فريند صديقي المقرب هاشتاق بيست فريند من عند لانا توضيح كثير جوي مثل جوه أمور في ممكن كلنا هيك عن جد جونا مثل جوه لما نطلع عبد كل تطلع عضحك ومزح و يعني وكمان أفكار التصوير يعني إحنا لما نطلع نصور متعة مهضموم ما بيكون عندنا مسؤولية إنه هيك اللي بيطلع منا دغري حتى هو كمان عفوه إنه صحيح جداً اللي بيطلع دغري يعني مع بعض أفكارنا متواصلة إنه خلص بيطلع فكرة نحنا منكمل عمي بالنسبة لي بس فريند لأنه كل يوم نحكي هلأ هو في تركيا فأنا تواصل إنه إمتاح ترجع حكراً لحباب إنه مار ولطيف وهيكي خلوق طيب لين هاشتاق لنور مار النفس اللي حكي صفة من صفاته اللي هي هاشتاق مهتم هاشتاق مهتم هاشتاق مهتم بحس لما نطلع مع نور بحسه بفكر كثير بالنس مو أنه بفكر بالنس إنه بتعليقاته وهيك لا بفكر إنه شو ما يزعنا يعني نحنا ما هيكي بفكر كلمة يعني كتير بيهتم جميل يعني بيهتم بالإنسان اللي المقابيب يعني اللي معاه إذا قاعد يحكي شي دا يجرحو إذا كلا إذا حكي مثلاً هيك عمال إذا الشغل يتغريك بيصير يفكر فيه وبيعات زائر واكاً جميل قلت لكم آه شفتوه خلوق جداً ما شاء الله عليه مصطفى هاشتاق لنورمار هاشتاق شباب الجيم شباب الجيم لم تضحكوا يشوذي هذا أنا ويها إخطرعنا هاي الفكرة على الإسطورية في الجرام أنه أنا ويها شباب الجيم يعني هاا تروحوا لجيم سوا؟ لا ونروح إلى الجيم بسما نحن نسجل معنا هل نسجل معنا نسجل معنا مصطفى أنا ويها ما رجع من تركيا نسجل إن شاء الله جميل بس ان الفكرة اجيت انه كنا بمول في كل مرة اصور انه هي اللي حلقات لانا تصورنا وكنا نمشي وحط عليها وراها غنية اكشن وهيك يعني شباب جاء انه حتى الفنزات لما نطلع مع بعض شباب يجم انه مع بعض نويل يعني جميل باضافة يا حبايب سألوها انه انت شلون اتعرفتي علي نورمار وضحت انه اتعرفت علي بحفلة من الحافلات وقالت انه مكوش يهتم بيها راح تطلقكم الهيستوريات شوفوها باست فرند اللي عند لانا ومهتم اللي عند لين جميل انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل ما يجي عدو باي صح صدفة شفنا بحفلة لتقينا ما كنتم توقعت بك جد انسان كتير عن جد محترم بيهتم متل ما قالت بيهتم لدي مقابيله بيعرف شام يحكي وبيفكر قبل ما يحكي مو متلي انا بقال بيع الساني انت حبابة انت عفوينة باك انا مشكلة شوي انا حبابة بس يعني قادة تطحان انا حبابة انا بقال بيع الساني فمارات انا بخبص بينقذني اذا كان الواحد احيان ان يخبص او يجيب العيد بحسن نية بس لا بحسن نية بس لا بحسن نية بس في الناس ما بيفهمه بحسن نية بصلاح احباب من وصول المقطع فتروا اطبع لايكات شكرا في هزيم اخاتم كتل قصص احبكم وباس مع السلامة اشتركوا في القناة